ما بحزفش حد غير لما بقوله ان انا ههزفك فوارد ان نيجي نقول لا طب بلاش مثلا سي اطول من 160 سنتين بعد دي حاجة يعني ما تنبعش بتحبك محدد هشيره الناس هتقول لا المحدد ده وعش فلاص احنا ما نحن نفسه ما حزفتش لان انا بقول فيعني الموضوع مش عارف انا ليه تنساؤل غريب يعني احنا كل اللي بنتكلم فيه الكل اللي طلعناهم ربعمائة الف من حوالي تقريبا واحد عشر ونص مليون يعني لا تتعدى النسبة بنتكلم خبز حوالي واحد او بنا من عشرة او تحديدا واحد بوين طمانة خمسة في المية من الخبز وبالنسبة ليه التموين بنتكلم في واحد في المية فانا بوقف تموين ايه بوقف في واحد في المية واحد في المية عمل القلق ده كله في المجتمع طب لما نكمل بقى هنعمل ايه ايه هي تبقى ده المستهدفة انا من وجهة نظري انا من وجهة نظري بتكلم من وجهة نظر لوابد من وصول الدعم المستحق تعالي نحسبها كده حسب رفلي تمام انا عندي كان على القاعد قبل التنقية اتنين وتمانين مليون واحد متساكل وبيصرفوا اتنين وتمانين طيب فيه كام واحد ما بيخدش في مصر طيب لما عملنا اضافة موريد انا مستهدف ستة مليون تمام ستة مليون واثنين وتمانين يبقى مصنع لثمانين وتمانين مليون وفيه حوالي عشرة مليون برا مصر يبقى كده كام ستة وتسعين مليون وفيه ناس ما بتاخدش وفيه اطفال اقل من سنتين يعني مصر كلها بتاخد دعم هل ده منطق فيه شعب في الدنيا يمكن كله دعم هل ده منطق بصبت اشتركوا في القناة